قيل الشيخ مباز رحمه الله ما تفسيرك لكون بعض الناس يكونوا مستقيم شديد الاستقامة مؤمن قوي الإيمان ثم ينحرف قال هذا أحد أمري إما أنه ما شكر الله على نعمة الهداية أو أنه عير أحدا بإزيخ وحقيقة هذان السببان فعلا ينبغي لنا أن ننتبه لهم لأن كثير من الناس قد لا ينتبه يمكن تشكر الله عن نعمة السمع والبصر والطعام والشراب والصحة والهواء والماء لكن تنسى نعمة الهداية تنسى نعمة الطمانينة نعمة اليقين نعمة الراحة ذوق الإيمان وطعمه تنساها تماما فلا تشكر الله عليها في المقابل أحيانا لسان يرى هؤلاء العصات أو الحريفون فيهزأ بهم ويصخر منهم ويتعجى ويقول كيف هؤلاء ظلت عقولهم ما يدري أن الذي أهداك هو الذي أضل هؤلاء وأنه قادر على أن يجعل هؤلاء مكانك وأنت مكانه فإياك أن تأمن إياك أن تأمن أو تطمئن إلى نفسك فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله